وفي الجليل شمال فلسطين وبمناسبة عيد التطويبات ترأس غبطة البطريارب بات سبالة قداسا احتفاليا وذلك في مزار جبل التطويبات الواقع في طبرية شمال فلسطين بمشاركة عددا من المطارنة والأباء الكهنى وطلاب معهد أم الفادي وتحدث غبطته في عظته عن الأمور العميقة في التطويبات الواردة في إنجيل متة والتي تكشف لنا سر السعادة في العيش لأجل الآخرين وأضاف نرفع صلاتنا اليوم طالبين نعم الروح القدس لنكون شهودا أمناء للمسيح ناشرين حبه وفرحه لكل شخص نلتقي به في هذه الكنيسة